ومشاهدين معدنا دلوقتي مع موجز الأهم الأنباء مع لمية تفضلين شكرا لكي مننا التساع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مكبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرى الطلعط وعدد من المسؤولين وخلال الاجتماع اطلع الرئيس السيسي على تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة ودعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور كما اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول وتطوير بنية الانترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية وفي اجتماع منفصل مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرى طلعط وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة ما يتعلق بتطورات تنفيذ مبادرة مصر الرقمية كما تناول الاجتماع جهود نهوضي بتصميم وصناعة الإلكترونيات من خلال تعمق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية حيث وجه الرئيس السيسي بدعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين عن طريقة عزيز الاستثمار في الكوادل البشرية أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وذلك من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة الأوضاع في السودان والليبيا والنيجر والنتائج الاجتماع لجنة الاتصالات العربية الخاصة بسوريا بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أكد الوزيران حرصهما على استمرار التنصيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصدر عسكري أن إسرائيل هاجمت أهدافا على مشارف العاصمة السورية دمشق وأوضحت تسانا أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق مع أسفراء عن إصابة جندي سوريا ووقوع بعض الخسائر المادية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة منتراز سخري تابعة لها دمرت زورق استطلاع أوكراني في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسية في البحر الأسود ولم يكشف أو يكشف بيان وزارة الدفاع عن تفاصيل المشأن نوع الزورق الذي دمر أو موقع الحادث بالتحديد وكان مسؤولون الروس قد أعلنوا الخميس عن إحباط عدد من الهجمات بمسيرات بحرية على سفن حربية تابعة لها في البحر الأسود تستضيف جنوب أفريقيا اليوم قمة قادة دول مجموعة بريكس وتعد مجموعة بريكس منظمة دولية مستقلة تجمع خمس دول اقتصادية كبرى وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ويمثل حجم الناتج الاقتصادي لدول بريكس ما يقرب من 18% من الناتج الاقتصادي في العالم تفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن جزر هاواي لمعينة الدمار الواسع الناجم عن حرائق الغابات الأخيرة خاصة في ماوي وعرب بايدن عن حزن العميق جراء الدمار الواسع الذي خلفه الحريق متعهدا بإعادة البناء والإعمار بأسرع وقت ممكن جاءت هذه الزيارة لبايدن إلى موقع أخطر حريق في الولايات المتحدة خلال أكثر من مئة عام بعد أن تعرض الانتقادات بسبب طباط استجابة الإدارة الأمريكية للحريق وصف رئيس الوزراء اليابانية خطة كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي بأنها مسألة خطيرة تتعلق بالأمن القومية وأوضح أن إطلاق القمر الصناعي باستخدام تكنولوجيا صواريخ الباليستية يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وكان خفر السواحل اليابانية قد أعلن أن السلطات الكورية الشمالية خطرته بشأن خطة لإطلاق قمر صناعي في الفترة من 24 إلى 30 من أغسطس قدت المحكمة العليا تايلندية بسن ثماني سنوات على رئيس الوزراء السابق الذي عاد لتوه إلى المملكة بعد 15 عاما في المنفأ وصدر الحكم فور وصوله إلى مطار دون موينغ ويتعلق أيضا الحكم بثلاثة إدانات بقضايا فساد صدرت غيابيا بحقه البالغ من عمره 74 عاما مشاهدين أنتظر مجزء التساع ونعود استكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل